بصرة أنا راح أمطيكم ملف هسه هذا الملف تخدمون بأهل البصرة بشكل خاص والمحافظات النفطية والعراق بشكل عام وهذا الملف أنا بحكم شغلي بشركة نفطية مطلع علي خلا أمطيكم مقدمة للموضوع جولة التراخيص أنطت للشركات النفطية مبلغ معين مقابل استخراج براميلي نفط خلي نقول دولارين مثلا دولار و 75 سن دولارين هذا صافي طبعا العقد يشترط أنه هذا صافي المصاريف والخسائر الباقة تتحملها الدولة العراقية يعني مثل ما أنت تنطي لك مقاول مرة تنطي كرستة وعمل كل شعر مقاول ومرة بس عمل والمواد عليك الشركات النفطية قامت مثلا الكمبيوتر إذا سعر 800 دولار تسجده ب5000 دولار الدولة العراقية ملزمة تدفع 5000 دولار منظم نهايس أنا ما رد أدخل بتفاصيل المصاريف راح أدخلكم بهذا الملف ملف الشركات الأمنية من ضمنها أنه أمن الشركات وهذا حقهم يعني ناس حقهم ناس الجانب وجاء يشتغلون ببلد يقولك مو آمن نحن المفروض يتوفر أنه أمن من ضمنه مسألة الحماية العامل الأجنبي طبعا من أقول العامل أو الموظف أقصد كل الدرجات يعني من عامل بسيط من مشغل مكينة يعني مشغل مولدة أو مشغل مكينة بالآبار إلى خبيل نفطي كلهم يعاملون بمسألة الأمن معاملة وحدة ومن أقول الأجنبي أقصد غير العراقي يعني مشمول بها الأردني الهندي الباكستاني البنغالي اليمني المصري الأمريكي البريطاني بالأمن يتعاملون كلهم معاملة وحدة ما عدل عراقي ابن البلد هذا يقول لك ما خلي الأحماية هو الاعتبار ما معرض الخطر هو يعرف البلد العامل أو الشخص الأجنبي اللي يشتغل بالشركات النفطية خلق لكم مش قد يكلف الدولة العراقية هذه بأقل الاحتمالات هم يشتغلون بنظام خمسة بخمسة يعني يجي خمس أسابيع بالعراق ويروح مجازل أهلة خمس أسابيع أول ما يجي وصل للمطار يروح رتل كامبوي يجيبه من المطار للكمب هذه إجرت روحة المطار البصرة ويجيبه للبرجسية خلق نقول هو بحق للبرجسية يجيبه من مطار البصرة للبرجسية عشرين خمس وعشرين كيلومتور يكلف الدولة العراقية عشر تالاف وخمسمائة دولار ومن يرجع لأهلة يودون للمطار الحماية مالتها من الكمب للمطار عشر تالاف وخمسمائة جل قد صارا صارا واحد وعشرين ألف دولار لنخليهنا على صفحة بعدين نجمعها نجل هذا من يطلع للحقل من يطلع من البرجسية للروميلة للغرب القرنية للشعابة للزبير إلى أي حقل من الحقول البصرة إيجي قد يكلف الدولة؟ يأخذونها ويرجعونها بعشر تالاف وخمسمائة دولار باليوم هسا هم أخوه مو كل الموظفين يطلعون يوميا ولكنهم يطلعون نحن خل نكون منصفينك وبيهم إداريين يعني يبقى يجي الخمس وثلاثين يوم هو بالكم ما يطلع بس إحنا كمعدل شي على شي أكو بيهم يطلع يوميا وأكو يطلع عشرين مرة بالشهر وأكو ما يطلع فإحنا نحسبها كمعدل خلي نقول يطلع عشر مرات عشر مرات بس عشر مرات في عشر وخمسمية هاي مية وخمسة ألف دولار ومناك واحد وعشرين ألف دولار ما للمطار يأخذونه ويجيبونه صارت مية وستة وعشرين ألف دولار طيحوا ستة وعشرين بقت ميت ألف دولار هذا بأقل الحسابات يكلف الدولة مية ألف دولار العامل الأجنبي الواحد بالعراق بس حماية غير مبيت وغير سكن وغير مصاريفها الباقية والأكل والشرب هاي هم كلها على الدولة العراقية وشركات أجنبية توفرها إلى بأغلى الأسعار فبس حمايتها تكلف مية ألف دولار حس إذا بالبصرة خلي نقول مو هوية مو هوية نقول ألف واحد بالبصرة ألف في مية ألف هاي مية مليون بالشهر يعني بالسنة فد مليار وميتين بس بالبصرة ها بس بالبصرة طبعا هم مو ألف هم أكثر من ألف هم عشرات الآلاف أسه ما أرد بالغ ويقول عشرات الآلاف فد عشر خمسة عشر ألف واحد هاي بس بالبصرة عندك بالناصرية اللي يشتغلون أبحق للغراف عندك بالعمارة وعندك بالكوت عذني اللي بيهن حقول كبرى يعني مثل ما يقولون زين هذه المبالغ اللي جاية تنصرف على الحمايات أبدا ما حد تطرق لها وما حد تقرب لها يعني سولفوا بمصاريف سولفوا بالأكل بالشروب بالسفر بالطيران الخاص بس مسألة الحمايات وتكلفة الحمايات ما حد سولف بيها هسا ما أردى أظلمهم وأنا أقول كل النواب يعني الأسباب مو نظيفة ما حتشوا عن هذا الملف بس أردى أقول لي جوز أكو بيهم ما يعرفون اللي ما يعرفون أنا جاي أخلي هذا الملف قدامهم وقلهم يطالبون بيه طبعا أكو بيهم يعرفون وما يحشون بيه لسبب جدا بسيط لأنه الشركات الحمايات مملوكة يأمال قادة عمليات يأمال ضباط كبار يأمال سياسيين وهاي المليارات جاي تروح لهم طبعا أنا أقول لكم أنا متأكد أكو وحدة من الشركات مملوكة أحد قادة عمليات البصرة السابقين حتى ما نظلم الرجال الحالي يعني أنا اشتغلت بشركة نفطية أمريكية بين 2010 و2012 ومطلع وهاي الأسعار اللي نطيتكم إياها بالمناسبة أسعار ما القبل 8 سنوات إلى 6 سنوات يعني من 2010 إلى 2018 هسا الأسعار الله يعلمش قد صارت صعدت نزلت ما أعرف بس أكيد صعدت خو ما تنزل الأسعار فهذا الملف قدامكم إذا أنتم حريصين على البصرة وعلى العراق وعلى فلوس العراق تدخلوا بهذا الملف ووقفوه هسا واحد يقول أنت راح تقطع رزق العالم لا أنا أحب أنطيكم حل مقدما يعني أولا الشركات من حق الحمايات الحل جدا بسيط تيجون لأي شركة من الشركات العاملة بالبصرة أو بالعمارة أو بالكوتا أو بالناصرية أو بأي مكان من العراق يابا أنتم هذي الشركة الشركة النفطية يعني مثلا تجون الشركة الصينية أو الهليبرتون أو الأويل سير يابا أويل سير أنتم مش قدعدكم حمايات أنتم مستأجرين شركة أمنية شقدعد عددها ما هيقل لكم خمسمائة واحد أوكي أحنا نوفر لكم خمسمائة شرطة عراقي من حماية المنشئات من الشخصي حماية الشخصيات من أي قسم من أقسام وزارة الداخلية أحنا نوفر لكم خمسمائة واحد مقابل أن تنهون عقدكم وهذه الشركة الأمنية العراقيين اللي يشتغلون بالشركات الأمنية اللي راح يتسرحون من تطلع الشركات الأمنية نفسهم أعينهم شرطة وأكيد راح يكيفون حتى لو راتب الشرطي أقل من راتب شركة الحمايات هو على الأقل يقول لك أنا ضامر راتب مدى الحياة وتقاعد وموظفوا بدولة وباتر أنشمل بقطعة الأرض أنشمل بهواء أشياء أحسن من ما أنا أشتغل بشركة أجنبية وممكن أنطرد بأي يوم من الأيام العراقيين يتحولون على الداخلية والداخلية توفرهم الحمايات وهذه المبالغ وبمكان ما هم يدفعونها للشركات الأمنية وبنهاية السنة تندفع من ميزانية العراق لأنه أنتم تعرفون سنوياً العراق يدفع من 20 إلى 28 أو 24 مليار دولار للشركات النفطية مقابل خسائرها ومقابل حماية الأمن فهذا 4 أو 5 مليار دولار راح يوفرها العراق فأنتم إذا حريصين على العراق وعلى البصرة وعلى الفلوس العراقيين أو على أهل البصرة وشباب البصرة والكوت والناصرية والأعمارة عوفوا هاي مؤتمراتكم الصحفية وعوفوا مزايداتكم وفتحوا هذا الملف وشكراً جزيلاً وشكراً جزيلاً وشكراً جزيلاً وشكراً جزيلاً